من شاء الله اليوم يا صبايرة نبدلش في المحاضر الأولى من مقرر السفتوير الإنجينيرين طبعاً هو مقدمة في هندسة البرمجة طيب بالبداية خلينا نحكي إيش الفرق ما بين البرنامج وما بين السفتوير يعني هل في فرق لما أنا أحكي برنامج وبين ما أحكي سفتوير طبعاً في فرق البرنامج بالعادة ومن منطلق البرنامج هو أنت يعني البرنامج هي مجموعة من الأوامر عم تتنفذ يعني إكسيكيوشن يعني أنا الآن تاتحي ملف البي دي اف فهذا البي دي اف بيسموه بورغرام لو أنا طفيته مثلاً شركة بي دي اف القارئة للبي دي اف بيسموه السفتوير تمام السفتوير هو برنامج بس مش شغال يعني مش معمول له إكسيكيوشن تمام؟ لكن إحنا رح نعرف كل واحدة بالتفاصيل إن شاء الله من خلال المقرر لكن هاي مقدمة عنها دايماً نتذكروا أنه البرنامج هو عبارة عن مجموعة من الأوامر يتم تنفيذها في السي بي يو يعني أنا بس أعمل دبل كليك بس أفتح البرنامج أو أشغل أي إشي هذا بصير اسمه بورغرام غير هيك بيكون اسمه سفتوير اوكي؟ هاي هي بالبداية طيب هاي هي الفرق طيب الآن خلينا ننقش أنا وإياكم نفترض على سبيل المثال إنه جامعيتكم جامعة حفر الباطن بدها تعمل إيش عندي موبايل أبليكيشن هذا الموبايل أبليكيشن بدعم خدمة الطلاب اللي هو CIS اللي هو Student إختصال لـ Student Information Systems نظام المعلومات تاعد طالب و بدنا نضيف له بعض الخصائص يعني في عندي نيو فيترز هنضيف له بعض الخصائص اللي الطلاب رح يكونوا مبسوطين كثير بهاي الفيترز طبعا إحنا رح نتكون فريق عمل يتكون من عشر مبرمجين وآلية تصميم هذا الموبايل أبليكيشن بحتاج تقريبا 12 شهر طيب هلا في عنا أسئلة رح تكون يعني نوجهها إلكم طبعا من هذه العشرة رح يكون أنه أنت الشخص اللي رح تكون إيش الليدر لهذا التيم يعني أنت اللي رح توجه هذا التيم طيب إذا أنت ما عندك هاي الخبرة كيف بدك تعمل management إدارة ما بين هذه المبرمجين كيف بدك تعمل management بأنك أنت تسلم هذا المشروع خلال 12 شهر بالضبط تمام ففي عنا مجموعة من البلان أنت لازم يعني عندك خطة وتشتغل عليها طب كيف بدك تبني هاي الخطة عشان تبني هاي الخطة لازم تكون أنت عندك أساسيات software engineering أساسيات software engineering بتأهلك أنك أنت تكون قائد فريق برمجة ناجح لحتى أنك أنت تحقق كل متطلبات الـ customers وبالإضافة أنك أنت تسلم المشروع خلال الوقت المطلوب تمام؟ طبعا هنا في عندكم رابط فإذا إحنا رحنا له هو بس بعرف بشكل بسيط إيش هي هندسة البرمجيات طبعا بيحكوا أنه هي فرع من فروع المعلوماتية بتهدف أنها تحط أساس وتصميم طرق وآلية تطوير البرمجيات ما رح أقعد أقرأ لكم بهذه الأشياء ممكن أنه أنتوا تطلعوا على الرابط later on بس خليني أحكي لكم أنا ببساطة إيش هي هندسة البرمجيات الآن تخيلوا معي الموقف التالي يا صبايا أنت حبيتي أنك أنت تصممي بيت تتعمري بيت تبني بيت تمام؟ هل أنت لما تتوجهي بتروحي تجيبي العمال وتحكي لهم يلا تعالوا عمرولي؟ طبعا لا أنت أول إش هي تروحي على مهندس معماري وهل المهندس المعماري بيتصل على العمال وآلية البناء وبنزل مباشرة يبني؟ طبعا لا مهندس المعماري شو وظيفته؟ مهندس المعماري في البناء زي وظيفة مهندس البرمجيات في بناء البرامج تمام؟ فالمهندس المعماري يجلس يدرس الأرض يرسم مخططات يحكي مواد البناء كم نحتاج حديد كم التأكلفة فبيعملك دراسة مسبقة حتى ممكن أنه يعملك نموذج يورجيكي كيف شكل البناء رح يكون يعني بالمستقبل تمام؟ فهذا نفس الفكرة فإنت لما بدك تكون مهندس برمجيات يعني أنت قاعد تشتغل شغل المهندس المعماري لكن بدل ما أنت تبني بيت أنت قاعد تبني لنا إيش برنامج أم أو اللي هو السوفتوير طبعا حكينا في فريق بين لما تحكي بريقرام وسوفتوير طيب فإن شاء الله بهذا الكورس رح نغطي البروفيشنال سوفتوير دبلومنت يعني إيش الأشياء اللازم تكون بطريقة بروفيشنال يعني الطريقة كاملة أو رائعة أو بالطريقة المثلة لحتى يكون في عندي أنا أطور برنامج معين أو سوفتوير معين رح نفوت لتفاصيل إيش يعني سوفتوير إنجينيرين سوفتوير إنجينيرين مهندسين الهندسيات البرمجة ومهندسين البرمجة في إلهم إثيكس حقوق فلازم إنه إحنا نتعرف على هاي الإثيكال إشيوز قضايا الحقوق الخاصة بهندسة البرمجيات وأيضا رح نأخذ بعض الدراسات الحالة يعني كيس استوديز يعني أمثلة على سوفتوير إنجينيرين فرح يركزوا بهذا المقرر على ثلاث أمثلة طيب يلا خلينا نحكي حكينا إحنا تعريف البروغرام بس إيش هو السوفتوير؟ السوفتوير هو عبارة عن مجموعة من الأيتم أو الأبجيكت اللي إحنا بنسميهم بروغرام يعني السوفتوير هو ممكن يكون عبارة عن ثلاث أشياء بروغرامز مع ديكومنت مع داتا تمام؟ إذن السوفتوير يشمل ثلاث أشياء البرامج والتوثيق والبيانات مع بعضهم البعض فهذا كل هاته السوفتوير يعني مصطلح السوفتوير أشمل من البروغرام طيب مين اللي بنشئ هذا السوفتوير؟ مهندسين البرمجيات اللي هم السوفتوير إنجينيرين طيب ليش هذا السوفتوير يعني كثير أهمبورتن؟ طبعا عشان إنه يعملي إشي مقارب للحياة أنا بعمل سوفتوير عشان يسهل علي عملية مثلا إدخال البيانات أو بعمل سوفتوير علشان يعمل مطاعم أو كذا بلا 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 فيه بكون إلو هدف عشان أستفيد إينا منه بأي جانب من جوانب الحياة طب كيف هذا السوفتوير بدي أبنيه؟ رأي لازم إحنا عشان نبني لازم يكون في عندي ستركتر بروسيس يعني في عندي آلية هيكلية معينة أمشي عليها بمعنى زي قواعد زي في عندي هم بسموها ستركتر يعني هيكلية يعني في عندي أساسيات أنا أمشي عليها رح نتعرف عليها بالتفاصيل رح تعرفوا إيش قصدي بالستركتر بروسيس إن شاء الله خلال شرحي لهذا المقرر طيب هلأ بحكي لنا السوفتوير إنجنيرينج إنه الإكنوميز يعني الإقتصاد لكل الـ development notation are dependent on software يعني هلأ أنا بإختصار هذا البرنامج أنا بتحكم فيه يعني أنت كل ما عملت أي برنامج عليه يعني زبطته رح يتقلل المالية أو الميزانية إلو ممكن أنك أنت تعمله بطريقة مختلفة عن الثانيين تزيد المصاريف المالية إلها بالنفس الوقت إن السوفتوير هذا لما بنبنيه قوي برجع لك بمردودات مالية فبتشوفوا كثير برامج حققت مبيعات هائلة يعني هون بحكي لنا فيه عندنا بالـ 2020 كان فيه عندنا the worldwide software market was expected فيه بعض البرامج أو السوفتوير البرمجيات كان أرباحها 500-5400 بليون دولار فإنه هاي السوفتوير لما أنت بتبنيها بطريقة صحيحة وبتنتشر بالعالم رح تعطيك مرابح هائلة وطبعا أنك أنت تكون موظف هندسة برمجيات من أفضل عشر وظائف موجودة عندنا في أمريكا تمام؟ طبعا السوفتوير إنجنيري مهندس البرمجيات هذا المهندس البرمجيات هو اللي بتحكم بالسوفتوير يعني عنده كثير من الصلاحيات لحتى يتحكم بالسوفتوير طيب مهندس البرمجيات إيش بيسويه هو بيحرف نظريات عنده نظريات عنده مثل طرق عنده أدوات عشان تخلي عملية تطوير هذا السوفتوير بطريقة إيش؟ بروفيشنال يعني بطريقة رائعة بطريقة مثيلة يعني ما بدون أخطاء يعني تكون البرفورمس تاحها عالي جدا الأداء تاحها متطور تمام؟ فمهندس البرمجيات وبهذا الكورس لازم نتعلم ثلاث أشيان نتعلم النظريات نتعلم الطرق وأيضا التولز اللي بتساعدنا علشان إنه إحنا نطور هذا السوفتوير بطريقة بروفيشنال طبعا السوفتوير فيه إلو تكلفة فيه إلو تكلفة وهي التكلفة جدا مهمة هذا الفراكشن يعني المعامل تاعد تكلفة لأي برنامج significant بحكينا يعني إيش يعني significant يعني important يعني مهم طبعا في عنا زي منظمة أو معايير معينة بيسموها Gross National Product اختصار GNP طبعا هاي موجودة بكل كل المبرمجين بدول العالم بعرفوها في عنا أساسيات معينة فمثلا بحكينا بال2007 الworldwide هذا كان تريليون 3 تريليون worldwide يعني التكلفة الكوست للسوفتوير كانت موجودة بال2007 ما يقارب الثلاثة تريليون دولار وهذا يشكل أنه بالنسبة لما يعير GNP 6% طبعا يعني هاي شوية إذا أنتو حابين تطلعوا عليه ال GNP هو إشي standards بدول العالم بس إحنا ما بهمنا هاي القصص إحنا بهمنا نعرف إيش يعني software cost طبعا أنه أنا لما بحكي أنه هذا السوفتوير عليه تكلفة بس قبل ما أبلش بالهاية صبايا بتكون تعرفوا أنه أنا لما بحكي cost مش بس مادي أنا الكوست بكسط فيه الوقت بكسط فيه الجهد الأفورت تمام وبكسط فيه المني اللي هي الفلوس تمام الوقت والجهد والمال تمام هذا معناته الكوست أنا لما بدي أحسب تكلفة فأنا بركز على ثلاث معايير مش بس يعني كوست يعني مني تمام فهي هي ببساطة فالسوفتوير كوست أوفن دوميند كمبيوتر سيستم كوست يعني أنه هي جزء من تكلفتي لنظام الحاسب الآلي فبتعتمد على البي سي وللأسف أنه السوفتوير اللي أنا بدي أنزله على هذا البي سي بيكون بالعادة أغلى من الهاردوير يعني تكلفة السوفتوير أغلى بكثير أكبر من كثير من تكلفة الهاردوير للأسف أحياناً في عنا بعض البرمجيات بصير فيها إيش أخطاء وهاي الأخطاء بتأدي إنه تخسر الشركات الملايين فتقريباً حسب الإحصائيات في عندي 60 بليون دولار سنوي إنه هاي الشركات عم تخسر بسبب الأخطاء اللي قاعدة بتصير بتقلل من إنتاجياتها بيكون في عندي تدمير للجزئية معينة فهكذا فمن أحد مهام السوفتوير إنجنيرينج أنت كمهندس برمجيات أنك تهتم بالكوست إفكتب يعني تكلفة هاي كيف رح تكون هل رح يكون في خطر أو تكلفة الضياع تكلفة الوقت تكلفة كم بدك بجت لحتى أنك أنت تبني هذا السيستم يعني كل الكوست هاي لازم يهتم فيها مهندس البرمجيات علشان يقدر يطورنا السوفتوير بشكل صحيح فشوفوا معي هاي الرسمة بالبداية إنه إحنا بنكون عم عارفين السوفتوير إنه أنا مثلا بدي برنامج هذا البرنامج أو سوفتوير يعني على سبيل المثال يعملي ديليفاري لمحل ورد على سبيل المثال فأنا بعرفكم بالمشكلة بعدين شو اللي رح يصير لما بتبلشوا بعملية التطوير رح تكون التكلفة مضاعفة تمام يعني أوكي أنا بد يعني هنا مثلا أنا قعدت معاكم وعطيتكم التكلفة تتعرفوا على المظام رح تكون بسيطة لكن مجرد ما أنتوا تبلشوا برمجة بدها من خمس يعني من واحد نص إلى ست أضعاف التكلفة بعملية التعريف بعدها رح يكون في عندي update أو عمليات الصيانة هاي عمليات الصيانة والتطوير لهذا الابليكيشن بكلف كمان الكلس تاعه أعلى يعني شوفوا يعني كيف يعني عملية definition التعريف لسوفتوير أقل الكلس بعدين الكلس بيعلى وبيعلى بمرحلة الميينتين اللي هي الصيانة أو اللي ما يتسمى بالعفتار ريليز يعني افتار ريليز هي نفسها الصيانة فهذا اللي لازم إنه إحنا ننتبه عليه طبعا الصيانة بتصير على مراحل كثير وكل مرحلة يعني several times اكثر من مرة وكل مرة رح يكون في عندي cost وطبعا دائما الصيانة لازم تكون a long life يعني على طول ما هذا موجود عندي بالسوق فانا كل شهر فانتو اذا بتلاحظوا احنا عندنا بالجوال منظرنا نعمل update 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 هذه صيانة طب هذا الupdate الشركات بتدفع عليه للمبرمجين فبالتالي انها مكلفة ومش بس ماني يعني حكيت لكم اشياء كثيرة طيب هلا احنا تعالوا نشوف شوية برامج معلوفة في عنا البرنامج solaris اللي هو نظام operating system شوفوا عدد lines الكود اللي مكتوب فيه في عنا space station هي كليات اسماء انظمة التشغيل شوفوا كم عدد line كم سطر بالكود انكتأ تمام لكن هم عملوا دراسة حقوا اذا كانت عدد المبرمجين اكثر من ميتين واستمر التصميم التصميم هذا السوفتوير اكثر من ست سنوات وكان فيه اكثر من مليون lines فاحنا منقدر نعتبر هذا السوفتوير extremely large يعني جدا جدا كبير لكن اذا كان من عشرين لميتين عدد الموظفين او المبرمجين واستمر الدزاين من ثلاثة الى ست سنوات وكان من ميت الف لمليون فهذا ممكن نعتبره very large يعني كبير جدا لكن المشاريع اللارج بتكون عندها من خمسة لعشرين مبرمج واستمر البرمج من سنتين الى ثلاثة وكان عدد اللاينز تاع الكود حسبوه من عشرين الى ميت الف المتوسط بكون في عندي من مبرمجين لخمسة واتخذ معاهم من ست اشهر لسنتين وهذا عدد اللاينز اللي هو من ثلاثة الى عشرين اما السفتوير الصغير بيكون من مبرمج واحد لمبرمجين وبس اخذ منهم من شهر لست اشهر وعدد اللاينز انكتب من خمسمائة سطر الى ثلاث الاف سطر لكن لتريفل يعني ايش اللي اصغر يعني صغير جدا 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 هذا بيكون مبرمج واحد ما اخذ منه غير من اسبوع الى اربع اسابيع وعدد اللاينز اللي كتبها اقل من خمسمائة فهاي الكاتوغريج بالنسبة للسفتوير الصايز هلا للأسف السفتوير عملنا كوارث على مستوى العالم السفتوير عملنا كوارث على مستوى العالم تمام ففي عندي كارثة صارت بسمة الالف وتسعمية وخمس وثمانين بكندا طبعا يعني احنا بس بهمنا انه نعرف الاشي اللي موجود طبعا في عندي ثلاثة اشخاص توفو ليش لأنه كان في عندي آلة بتصدر اشعاعات لمعالجة المرضى بسبب خطأ طبي تمام شو اللي صار صار في عندي اشعاعات زيادة تم اعطاء المريض اشعاعات اكثر من اللازم فبالتالي شو اللي صار اللي صار انه توفو الاشخاص تمام فهي هي شو البق اللي صار طبعا البق يعني الخطأ اللي هو ما يسمى بالرace condition شو يعني رace condition يعني صار يفوت النظام بانفنيتي لوب بدوران ما لنهاية فصار يعطي اشعاعات وما توقف فبالتالي الشخص توفى بسبب هاي الاشعاعات الكثير اللي اخذها ايضا في عندي حال صارت بسنة 1991 ادت الى مقتل 28 جندي ومئات الجرحة طبعا شو اللي صار انه احنا في عمنا بخلال حرب الحق خليج الاولى هو نعم بحكينا غالفور كان ببساطة في عندنا صاروخ اسمه باترت هذا اسم الصاروخ الموجود طبعا هذا الصاروخ اللي بحكينا ان امريكا مريترد مثل السيستم ان سعودية اريبيا فهو كان المفروض انه يروح على العراق لكن نزل في السعودية بسبب خطأ اوكي فهذا بالتالي ادى دمر يعني دمروا على الحدود ما بين العراق والسعودية طبعا شو السبب هنا السبب كان انه في عندي خطأ بالبرمجة ما حسبوا التايم بالشكل الصحيح فصار في عندي هنا ايش خطأ لهذا الوقت اوكي فهي هي من الكوارث الثانية طيب في عندنا كمان كارثة صارت عندها سنة 1996 وكان خسائرها 500 مليون دولار فاذا انت بتلاحظوا ان هنا كانت بالبداية خسائر بشرية الان عم نحكي عن خسائر مادية تمام وفشو هي الفكرة الفكرة انه كان في عندي صاروخ هذا الصاروخ اسمه اريان روكيت اسمه اريان هذا الصاروخ تمام هذا الصاروخ كانوا بيحاولوا انهم يرسلوا للفضاء لكن للأسف شو اللي صار انه يتدمر قبل ما يعني يتدمر في الغلاف الجوي ليش بسبب انه كان في عندي خطأ في البرمجيات فكان هو يعني شوفوا على الاركيتكتر يعني كان عم بيستخدم من 64 بيت ل 16 بيت يعني كان في عندي اركيتكتر ما قدري يحول الارقام بالشكل الصحيح فبالتالي صار في عندي اوفورفلو يعني البرنامج تنفذ على كمبيوتر 64 بيت فلما اجا بده يتحول على الصاروخ الصاروخ عنده نظام 16 بيت فصار في عندي اوفورفلو ايرور اوفورفلو ايرور اوفورفلو يعني زاد عن الحاجة فبالتالي الالغوريسي ما اشتغلت بالشكل الصحيح فتسكر الجهاز فانفجر الصاروخ على الغلاف الجوي كمام في عندنا بسنة 98 كان في عندي خسارة ل125 مليون دولار اوكي ليش لأنه كان في عندي مارس كلايمين كراش كان في عندي تحطم لمناخ اللي هو المارس المريخ طيب هاي الكارثة بيحكي انا يعني ضلت موجودة ما يقارب ال286 يوم في رحلة حول الارض طبعا يمكن سمعتوا قبل فترة ان الصين في صاروخ غلط قبل بسنة ال21 صارت كمان انه هذا الصاروخ تظل يلف حوالين العالم ما عرفوا باي ارض رحيقة لانه كان في خطأ من الصينيين لما اطلقوا نفس الفكرة صاروخ على الفضاء لكن البرنامج كان في خطأ فقد هذا الصاروخ انه يلف حوالين الكرة الارضية تمام طيب خلينا نشوف ايش اللي صار فهان انه عندي اخطاء بقياس الوحدات تمام فما كان الوحدات متناسبة فبالتالي ادى الى حدوث الكراش لهذه المركبة اوكي فهاي هي ببساطة طيب خلينا نناقش انا وياكم ليش هاي المشاريع الصفتوير بصير لها فشل في عندي اكتر من عوامل في عندي اكتر من عوامل اول اشي ممكن انه الشخص اصلا مش فاهم الهدف من المشروع نفسه او المشروع لاهداف ما تكون واضحة تمام اه هاي هي ممكن تكون التقديرات ان اكوريت استيمات استيمات يعني تقدير صبايا انا بحاول اني احدد لكم على المصطلحات اللي لازم تعرفوها ان اكوريت استيمات يعني التقدير لهاي المصادر اللي احنا بنحتاجها ما كان دقيق يعني قديش انا بدي رام قديش بدي وكت قديش بدي من المعالج ما كان دقيق المتطلبات النظام كان سيء جدا ممكن التقارير اللي بتطلع عن حالة هذا البروجيك كانت ضعيفة ايضا ما عندي ادارة للمخاطر انا ما حسبت حساب المخاطر ممكن يكون في عندي ضحف اتصال ما بين الكاستامارز والدفلوبارز واليوزر لازم عشان يكون برنامجك ناجح فضل الثلاث اشخاص يكونوا دائما على اتصال يعني انت كمبرمج عارف متطلبات اليوزر فاهم شو بده تمام فهاي هي من احد الاسباب ايضا كمان الشغلة التائية يعني من العوامل الاخرى استخدام تكنولوجيا اللي منسميها امي ميوتشور يعني لسه ما اكتملت انت عم تستخدم تكنولوجيا جديدة بس لسه ما تقيمت لسه ما اكتملت يعني غير ناضجة معنى اخر تمام يعني انه انت بكون هذا مهندس البرمجيات ما عنده القدرة انه يعالج التعقيد هذا الكبير تاع المشروع تمام في عنا يعني هلا التطوير في عنا مجموعة بين البرمجيات البرمجيات اللي هو انك انت دائما تتدرب او عندك دائما لما حدا بديتعلم لغة بالانجليز بيحكوله ويظلك يعمل براكتس ظلك تدرب فهذا التدريب مفقود لدى المبرمجين ما عم بتدربوا بالشكل المزبوط كمان في عندي ممكن يكون في عندي سوء بادارة المشروع اللي هي بروجيكت منجمات وممكن يكون انه اصحاب المصطحة اللي هم يعني عندهم سياسات معينة غلط وبالاضافة ممكن تكون عندي ضغوطات تجارية بسموها كومبيريكال بريشار اوكي فهاي هي ببساطة طيب هلا احنا بتنقسم الى جزئين ممكن تكون هي عبارة عن جنريك بروديكت او كستمايز بروديكت هلا جنريك بروديكت هو منتج هذا المنتج اي شخص بالعالم بقدر يستخدم زي برنامج الورد عندنا جنري اي حدا بقدر يستخدم تمام البووربونت الواتس اوب هاي كل ايات ففي عندنا كثير برامج زي برامج الرسومات زي الرسام زي البروجيكت مانيجمان في عندنا ما يعرف بالكاد في عندنا برامج عاملة الموجودين عندي بالماركت بالمجال السوقي ففي عندي كثير برامج هاي مثلا الموعيد جدولة الموعيد لمرضة الاسنان ففي عندنا برامج كثير يعني اي حدا بالعالم بقدر يستخدمها لكن الكستمايز هي سبيسيفيك كستمرز يعني هي ثممت لناس محددة عشان تقابل احتياجات تمام زي مثلا امبيد كونترول سيستم شي يعني امبيد كونترول سيستم هلا يا صبايا في عندنا كثير احنا اجهزة ذكية الآن زي الغسالة الاتوماتيك زي السيارات الذكية هاي بيكون في داخلها برامج السيارة كيف بتعرف انه بتعطي انذار لما بتقرب منها سيارة ثانية من الامبيد من النظام الداخلي الموجود فيها يعني ممكن تحكي امبيد كونترول سيستم اللي هو النظام الداخلي الغسالة كيف بتعبي مي وبتوقف عند حد معين وبتخسل وبتنشف كيف هاي فيها امبيد سيستم في نظام جوه للغسالة وهكذا كمان في عنا الير ترافيك كونترول الطرق الطرق يعني يعني زي محطات زي الطيران او القطارات او هاي كل يات او مراقبة الزحمة الطرق هاي كل يات خاصة لجهة معينة انتي ايش هتستفيد لو نزلت او مثلا النظام في داخل البنك هذا مخصص لبنوك النظام فانتي لو نزلتو ما هتستفيد فهاي هي الجنرال هو اي شخص بالعالم بيقدر ينزله لكن لا هو مصمم لهذا الشخص او لهذه الشركة انت ما تقدر تنزله تمام هاي هي ببساطة نرجع نحكي كمان فروقات ما بين الجنرال بروديك وال كستمايزيشن بروديك الجنرال بروديك انو انت اه اه ده software developer يعني الشركة هي ممتلكة لهذا software وهي بتاخذ القرارات وبتغيره زي ما بدهم المبرمجين يعني زي شركة مايكروسوف بتعطينا برنامج الورد كل مرة بتنزلنا اصدار كذا كذا احنا ما انا احقيا ندخل فيهم لكن بالكستمايزيشن المالك المالك هو اللي بيعطي القرارات تمام يعني مثلا انا عندي محل مثلا مطعم بدي عمل لتطبيق عشان يعمل ديليفاري انا اللي بتحكم بحكي له لا سوي كذا سوي كذا لما يكون انه انت قاعد بتدفع لمبرمجين فانت من حقك تاخذ القرار تمام وانت اللي بتغير بالمتطلبات لكن الشركة هي نفس الكبير زي مايكروسوف زي ابل هم اللي بياخذوا القرارات ومش الكاستامرز تمام طيب رح نوقف لهون بشرحنا المحاضرة الاولى بس ركزوا على المفاهيم الاساسية وانشاء الله المحاضرة الجاي رح نشوف الاسئلة المتكررة عن سوفتوير انجينيري ونعرف اكثر سوفتوير انجينيري اذا عندكم اي سؤال او استفسار بعتولي good like